السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا داكاترة موعدنا النهاردة بازن الله مع ميديول ومعمل المهارات دا يا داكاترة عليه خمسة وعشرين درجة يعني ساعة واحدة معتمدة وبيدخل في جي بي ايه وبيأثر على تأثير جامد فخلي بالك علينا يا داكاترة التقييم الغذائي بتاع الطفل عشان نشوف والله الطفل ده عنده سوق تغذية سواء تغذيته عالية قوي او قليلة قوي ولا ولله الحمد كويس ومقسمين يا داكاترة التقييم الغذائي ده لاربع حاجات مختصرين في حروف اي بي سي دي اولهم واللي هي هيكون تركزنا كله في الامتحان بازن الله ثم عندنا البيو كيميكال حاجات المعمل وبعدها الكلينيكال والضايت وده مش تركزنا خالص الانثرو او الهيومن بوميتريك واللي معناها ما هي الا قياسات تقوم على البشر والقياسات ديت بيكونوا ستة عمتد منهم الويت او الوزن وبعدها الهاي ثم الهيت سيركمفرنس ثم الميد ابر ارم سيركمفرنس وهنعرف كل حاجة خلال الفيديو بازن الله وبعدها واخيرا الباضي الستة دول يا دكاترة اللي احنا هنتسئل عليهم في الامتحان بازن الله اصل امتحانك هيكون عبارة عن ايه هيكون مكون من خمس اسئلة كل سؤال بخمس درجات تلاتة قياسات حاجة من اللي احنا شايفينهم قدامنا دول وبعدين واحدة زي ما ناخد خلال الفيديو بازن الله واخيرا سؤال oral discussion من برضو معلومات الفيديو بازن الله تعالى الامتحان بسيط قوي يا دكاترة بازن الله لكن مهم زي ما قلتلكم قبل كده كل عليكم تعملوا دلوقتي تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا الكلام ده ورايا والمعلومات والجدول اللي هعمله في الفيديو بازن الله وعلى الله يتوكلوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله بإذن الله تعالى يا دكاترة عن كل مشوم هنعملها هنتكلم عن تلات حاجات بالترتيب هنبدأ بالريكوارمنت يعني إحنا هنحتاج إيه علشان نقدر نعمل المشومة الفلانية وبعدين الطريقة المثود ثم عن النورمال باليوز بإذن الله بالنسبة يا دكاترة الأول حاجة معنا الهيد سيركمفرنس اللي هو محيط الراس بتاع الطفل بتاعنا بالنسبة للريكوارمنت فإنت هتحتاج الميتر انتفقنا الميتر ده لأشكال مختلفة زي ما انتم شايفين بالأزرق هنا أو بالأصفر أو بالأحمر أو الأبيض اللي هناك ده تمام في أشكال مختلفة للميتر كلهم ليهم سطحين السطح الأولاني منه إنش وسنتيمتر السنتيمتر الرقم الكبير ده والإنش الرقم الصغير لو انت استمنين هتدى الضراجات لازمة تقس من ناحية التانية اللي منه سنتي ومعاه الملي متر ما بينهم اتفقنا هتقس انت من ناحية دي ده بالنسبة للايه بالنسبة للميتود انت هتجي أول حاجة على رقم واحد رقم واحد ده تمام وتحط كده وراء عن الحتة البرزة من الرأس من وراء اللي هي الاكسترنال بروتوبرانس بتاعة الاكسيبتال بوم هتجي عند الحتة البرزة دي وتطلع الجناب من فوق الودان على طول تمام وقدام لازمة تكون عند الروت بتاع النوز والهيرلوين نقطة منتصفية ما بينهم هتحفظ انت الكلام ده عشان تاخد درجات عليه هتيجي كده شوف الرقم معانا هنا مثلا تسعة وتلاتين دي اللي انت هتبتحن عليها وفي الامتحان هتبقى تسعة وتلاتين لكن انت بعدين هيتقلك رقم مختلف على اساس انك تحطه على الجروث شارت مع الايش بتاعته تمام بالنسبة للمشمنت يا دا كاترة فنعرف انه اول ما الطفل ما يتولد على طول بيكون محيط الرأس بتاعته خمسة وتلاتين سنتيميتر لكن عند اتناشر سنة بيكون حوالي خمسين سنتيميتر يبقى بتاعنا كده من خمسة وتلاتين لخمسين ونعرف انه في الاول بيزيد بسرعة يعني زي مثلا عند ستة شهور بيكون تلاتة واربعين لكن في الاخر هنا بيبدأ يبطأ النمو بتاع لحد ما نوصل لخمسين عند اتناشر سنة بالنسبة للسكيم فولد يا دا كاترة فنحنا بتاعنا هو الكاليبر ده اللي توا شايفينه عندنا هنا باللون الابيض في منه نوع تاني او لون تاني اهو باللون الاسود لاما ده او ده فانش تعمل مسلا على اللون الابيض ده الكاليبر ده بنقيس فيه السكيم فولد يعني السكيم فولد يعني اللفة بتاعت الجلد بالصاب كوتينيوس فاة بتاعته بنقيس الفات اللي تحت الجلد هنديجي هنا مثلا عند التراي سيبس ونقسم من عند ده هل انت ممكن تقسم عند تراي سيبس بس لا في اماكن مختلفة لازم انت تحفظوها اتنين او تلاتة منها يعني مثلا عند الابدوم الممكن عن السبس كابلر ممكن وعند الصايم ممكن عند اماكن مختلفة وهنا يا دا كاترة هنلاقي السكيم فولد سايتس احفظوا منهم زي ما قلت لكم قبل كده تلاتة عشان لما تتسائلوا عليهم ونصيحة مني تجنبوا الباي سيبس دي قولوا التراي مثلا وباقية الخيارات متاحة كلها تحفظوا منها هنروح عند التراي سيبس وهتسحب انت مع السبكوتينيوس فات هل انت هتسحب في الامتحان كده لا اصلا انت هيجي لك ده بس يعني هتعمل كأنك بتسحب هنقوم سحبنا وضغطنا كده ماشي هنلاقي ان هو مثلا هنا واقف هنا هنقول مثلا عند اتناشر دي لا كده هنا اربعتاشر ليه لان الخط باثنين وليس بواحد كده عند الاربعتاشر مليميتر ولازم تقسه بالمليميتر وليس بالانش تمام يا ده كاترة واحنا هنا مش هيكون عندنا جورس شارت عليه هيكون عندنا التشارت انتم شايفين قدامكم ده هيكون واضح اكتر بكتير بازن الله وطالما حبزنا سايت فما فيش داقة اللي احنا نحفظ نورمال بايليوز هيكون معانا التشارت ديت في الامتحان بازن الله اول حاجة تتأكدوا منها مع اي تشارت ان هو من ولا في مال مسلا احنا هنا بنقيس لأطفال فكان عنده مسلا سي سنتين فنحطها هنا مع او الرقم بتاعه اللي هو كان عشرة مسلا فكده والله احنا في البلوزون هنا نقول على المشمانت بتاعنا اي دي وليس او او حتى هو يعتبر كده رقم مزبوط ولا عنده دهون عالي اوي ولا دهون واطي اوي وان جينا هنا عند الومن هنطبق نفس الفكرة بالظبط على اساس اللي احنا نعرف هل هي رفيع ولا تمام يا دا كترة طبعا يا دا كترة الارقام اللي في النص ديت كلها هي يعني نسبة الدهون عند المكان الفلاني اللي احنا اسناه انقلنا جت لنا عندها اتنين وعشرين سنة والمشمانت بتاعها طلع ساي ما بين الاربعة وثلاثين والستة وثلاثين قول خمسة وثلاثين هنقوم جايين كده ونزلين من فوق ونكتشف ان نسبة الفات او يعني خمسة وثلاثين في المية وده وهكزا والخطوات هنا يا دا كترة للي عاوز اقرأها موجودة تحت هنا ايه كنور بالنسبة للمد ابر ارم سركنفرنس يا دا كترة فالريكوارمنت هو الشاكير تيب لازم انت تحفظ اسم الشاكير تيب بيبقى تيب تمام هو مش ده لكن تيب بيبقى بنوا بثلاث الوان زي اقدر وصفر واحمر تمام ما عندناش في الامتحاد انت هتقيس بي مزورة عادية او متر عادي هتقوم انت هتيجي من عند السنتيمتر من عند رقم واحد وتحطها عن الاكروميون بروسيس اللي هو اول الكترة وتحفظ الاسم ده تحت لحد الوليكرينوم بروسيس عند المرفق هنا كده جاي معانا عشرة هنا احنا بنقول عالي اسمه المد ابر ارم سركنفرنس على اساس ان كلمة مت معناها المنتصف اول في النص هنيجي هنا عند رقم خمسة على اساس انه الطول كله عشرة فاسبناه نصين عند خمسة هنعلم بقى علامة هنا لأ مش هنعلم طب احنا بنمتحن على ايه على الطفل ده في الامتحاد هنيجي عند الرقم خمسة ونلث بقى على اساس ناخد المحيط السيركنفرنس ونبص على الرقم الرقم معانا هنا مثلا 13 ونص تمام وبعدين هيبقى 13 ونص في الامتحان بس انت هتحطه على جرس شورت مع الايش بتاعه هيتقلك في الامتحان باذن الله على الايه على رقم جديد مع عمر جديد على اساس ان ده اقامه ثابتة في الامتحان بالنسبة للنورمال فاليوس يا دا كاترة زي ما انتو شايفين هنا الشاكير تيبهو عدنا ملون بتلات الواء اللون الاحمر اي الارقام اللي اقل من 12 ونصف سنتي يقول لنا ان هو ويستد ده رفاعة قوي ولو كان في اليالو زون فده مال نيوتريشن برضه لكن مودريت مش سبير زي الريد زون واخيرا الجرين زون اللي اكتر من 13 ونصف فده النورمال بتاعدي ونعرف بس من ناحية الارقام ان اليالو 12 ونصف ل13 ونصف واكتر من كده جرين اقل من كده رد بالنسبة للنظ يا دا كاترة فده طفل فلازم نقيسه هو نايم مش هنعرف نوقفه فيه جهاز فالركوام بتاعك اسمه الامفانتوميتر ده الجهاز لازم تحفظ اسمه من اول الكراون هيت لحد الهيلز ده الباوندريز بتاعت الطول تحفظها زي ما هي كده ولازم ان تقول ان احنا هنفرد رجليه لان الطفل وهو صغير بيكون رجليه متنية هتفرد رجليه فنعرف ناخد طوله المزبوط اذا كان بقى هايت يا دا كاترة يعني الطفل استطاع انه يقف مستقيم كده زي ما انتو شايفين يبقى لازم نخليه في الوضعية اللي بتكون عينيه لقدامه وتتاكد كويس ان رجليه والباطوكس وايديه التلات نقط دول لمسين الحيطة من ورا ثم بعدها ناخد المشا منت بتاعه طبعا يا دا كاترة احنا اخدنا اللينف هناخد بقى الويت على الجهاز ده ده الامفانتو بالانس اللي هو الميزان بتاع الاطفال تمام؟ وليس الامفانتو ميتر مش من اس بيه التول ده ده احنا بناخده كده الطفل ونحطه هنا على اساس اللي احنا نقيس وزنه وبعد كده احنا معنا كده الوزن واللينف هنعرف نطلع البادي ماس اندكس والبادي ماس اندكس ده دا كاترة او مؤشر كتلة الجسم ليه قانون؟ لازم ان نحفظه بنحط الويت بالكيلو جرام على الهايت عادي لكن يعني هتضربها مرتين سيه مثلا وزن احد مننا كان سبعين كيلو جرام وطوله مية وتمانين سنتي هتقوم حاطة يساوي وتقوله الاجابة وتنقص عليها لانك مش فاكر الويت لازم ان الويت يبقى بالكيلو جرام والهايت يبقى بالميتر فاحنا نحول الصنتي ده للميتر عن الطريق اللي احنا هنضيف نقطة بعد اول رقب وبعد كده نحط الباور تو بتاعتنا بالطريقة دي كده فادي دينا واحد وعشرين فاصلة ستة والارقامة الطبيعية يا دكاترة بتعرفها ليك عشان دلوقتي وعلشان بعدين كمان بتحتاجها مثلا وانت في البطن النورمال ويت بيبقى من تمنتاشر ونص لحد اربعة وعشرين ونص وده زي ما طلع معنا دلوقتي الواحد وعشرين فاصلة ستة مثال احد زميلنا لو كان اقل من كده ولو كان اعلى من كده وخلصنا على كده حبيت تكون حافظ اكتر تقول ان اكتر من تلتين تبقى حبيت ما اتعقدش نفسك ما فيش مشكلة برضو نحط الكلام ده سريعا كده دكاترة في جدول عشان نلم الدنيا جدول واتفقنا اللي احنا درسنا ثم كما شاهدنا في الفيديو فهنا هتبقى بس مهمة عن نفسها وبعدين اخدنا بدأنا بالهد واتفقنا اللي احنا نحتاج المزورة بتاعتنا اللي هي وهم نقطة ممكن تنقص فيها ان انت لو ما استخدمتش ممكن تنس خلي بالي والنورمال من خمسة وتلاتين لخمسين كرينج كبير كده اتفقنا من اول ما يتولد لحد اتناشر سنة بيبقى في الرينج الطويل ده وانت كدكتور اذا انت هتتعلم طريقة لازم ان تعرف النورمال ايه ولا استفدت امتى لما تعلمتها وبعدين اخدنا احتاجنا في الكاليبر بتاعنا وهم نوتس عن الميثود هو لازم ان تعرفها زي مسلا الترايسيبس والابدومين وما الاخره واتفقنا ان النورمال باليوز هنا مفيش داعي اللي احنا نحفظها طالما عندنا سايتس تتحبس هنقوم حطناها على طول على اللي هيتشارت اللي هيسلمه هولا ثم الميد ابر ارم سيركمفرنس احتاجنا فيه الشاكير تيب وده اسم العالم يعني والنتاية هنا محدش انساها ان لازم انتشتغل على يعني متنية لازم اندراعه الشمال وتبقى متنية والنورمال باليوز اكتر من تلاتاشر ونص سنتيميتر يبقى في النورمال اقل من كده هو ثم اخر حاجة بالنسبة للينتز اصلا انتم عارفين ده كنا نحتاجين فيه اللينتز والويت فهو ده بتاعنا اللي فيه جزء الامامي منه متحرك ويعرفوا المعلومة دي هو اللي بنقدمها على الهيلز والويت هنحتاج الميزان اللي انتم شفتوه في الفيديو معاك واهم معلومة انه لازم رجليه تبقى على اساس ان الطفل بيبقى بطبيعته تاني رجليه واما عن الويت فجاي يقولك بي كيرفور لانك هنا بتشيل طفل حقيقي لو الدكتور قالك شيل الطفل الفيلادي واوزنهولي كده هتشيله بالراحة من عند راسه وعند الباتكس بدون ما تقزيه لكي انه طفل حقيقي انت في امتحات والنورمال باليوز من تمنتاشر ونص لحد خمسة وعشرين كيلو جرام بير ميتر سكوير بس كده يا دا كاترة اللي عاوز ياخد سكرينشوت ياخد ويراجع الكلام ده قبل الامتحان مباشرة وتتأكدوا كويس انكم تسمعوا رأي اللي امتحنوا قبلكم عشان اللي امتحنوا قبلكم دول لا شك ان اسئلتهم هتبقى شبه اسئلتكم انتم وعلى الله توكلوا تعال انتم بقى هنا يا دا كاترة عند اللي تشيك ليست دي توقفوا الفيديو اتأكدوا كويس انكم تقدروا تعملوا كل الست خطوات دول عشان الامتحان بتاعنا تمام? حاليا احنا عند النقطة رقم ستة هنبلط الوايت والهايت والهيت والبي ام اي اللي هو على نقارنهم بالايش او ممكن كمان اللينت زي ما هنشوف الرسم البياني عادة يا دا كاترة بيبقى عندنا فيه اللي احنا شايفينه ده وعلى طول هيبقى اللي هو العمر او استثناء واحد اللينت مع الوايت ما علينا الايش ده لاما هيبقى بالشهور او هيبقى بالسنين وخلي بالكم تتلعبطوا في الاتشارطات ما بينهم وقتكم محدود في الامتحان انتوا اول حاجة بعد ما تتأكدوا كم ميل ولا في ميل هتيجوا عطوة تتأكدوا من الايش ثم بتاعتنا هتبقى زي ما اتفقنا الاما الوايت او الهند او المد او حاجة من الاربعة دول ولو كانت مع الوايت هيبقى هنا هتطلقى اللينت وليس الايش ما اختلفناش الاتشارطات دي ده كاترة طبعا بتاعها مصطرة في الامتحان عرفت تتحل اللي بدون مصطرة مفيش مشكلة بس انت هتجيب القلم والرصاص بتاعك والمصطرة ومزورة ان كانت الجامعة مش موفرة بس هي اعتبقى موفرة بإذن الله اول حاجة اللي حصداها عن الاتشارط ده الرسم البياني ان هو باللون الازرق وطالما باللون الازرق يبقى احنا هنا منتكلم في بويز لكن لو باللون الاحمر زي ما احنا شايفين هنا يبدأ على طول طبعا الكلام ده هيبقى مضوعه قدامك في الامتحان مش لازم تبصت وتفتح على التليفور اتلاحز اول حاجة بكتوب على الاكس اكسس المنص بتاع الاي اللي هو العمر يعني ثم هنا على الواي اكسس الهيد سيركمفرنس سواء كان الناحية الشمال او الناحية اليمين فهي في الامتحان هتديك المعطيات وهتديك اللي تشارت دي وعليك انت تقولها تقول لها نورمل ولا ابنوربل بس الكلمتين دوت المعطيات مسلا واحد عنده ست شهور ولاحظوا لانا قلت واحد وليس واحد يعني وبعدين تلاتة واربعين بتاعك قول لي يا دكتور ده نورمل ولا ابنورمل يعني طبيعي ولا لأ والله يا ده كترة واحفظوا الرقم اللي انا بقول لكم عليه ده من اول لحد سبعة وتسعين برسنتايل نورمل ده احنا هنا في لو كانت الدابليو اتش او فدي من اول خمسة لحد خمسة وتسعين بس الكلام ده مش عليه يعني برسنتايل يعني الارقام دي اصلا لا ما تشغلش بالك عاز نقول لك ان هم قرنوا وعملوا والنسبة الفلانية كانت اكتر في الخمسة في المية ومش عارف لا لا ما تشغلش بالك مش دلوقتي احنا عشان ناخد درجات وبكل بساطة هنقوم واخدين دول ومطبقينها على تحت ستة واربعين سنتي زي ما احنا شايفين اهو ستة هنا والتلاتة واربعين سنتي هنا هنقوم طلعين بالمسترعة بخط كده متقطع لحد ما نوصل لحد التلاتة واربعين بتاعتنا هنلتقي في نقطة على الكيرف من الكيرفات الكتيرة المرسومة دي احنا التقينا وسبحان الله يعني الكيرف الغامق ده والكيرف الغامق لو انتوا لاحظتوا هو بيبقى الخمسين برسنت يبقى ده نورمل ولا لا اه والله نورمل ليه اصل هو ما بين التل والسبعة وتسعين لو كان تحت هنا او فوق هنا يبقى بنورمل وما الاخره اديكم مثال تاني وحاولوا تحلوه بنفسكم واقفوا الفيديو واحد عنده تلاتين شهر وطبعا مش شرط يقولك تلاتين شهر ممكن يقولك عنده اتنين ونص سنة هيقولك عنده ستلاتين ونص هتعمل ايه هتكون جاي بالرقم ده وضربه في اتناشر هيطلع لنا الشهور اصل كل سنة فيها ستناشر شهر المهم بتاعته اتنين وخمسين سنتي تمام واقف الفيديو وحاولت يجيبها اقول لي نورمل ولا ابنورمل هنجي هنا عند التلاتين وفوق عند الخمسين لاحظوا اللي احنا استخدمنا الخمسين الناحية التانية المرادي على اساس ان هي اقرب لينا والتقينا هنا فوق السبعة وتسعين برسنت يبقى ده ابنورمل طالما ما وقعش في بتاعنا يبقى ابنورمل وهكذا تطبق على كل مع ده استثناء واحد بس اللي هو لازم انتحرفوا الاستثناء ده النورمل بتاعنا من لحد يعني من اول هنا كده لحد هنا تمام يا ده كاترة لو فوق لحد السبعة وتسعين يبقى ده لو اقل من خمسة برسنتايل يبقى ده وكده يا ده كاترة ولله الحمد خلصنا بتاعنا مع جروس بتاعنا بالتوفيق بازن الله تعالى في الامتحان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي ق ministry